الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جسة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربون الله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببارك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أحبابنا الكرام يقول الله عز وجل في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة والمقصود بالجماعة في هذا الحديث السواد الأعظم أي جمهور الأمة الإسلامية لأنه صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن لا يكثر أمتي جملة فهذه الأمة محفوظة من أن تزير أو أن تنحرف جملة لذلك لا عبرة بمن شز ولا عبرة بمن انحرف ولا عبرة بمن انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من شز شز إلى النار ومن أراد السعادة الأبدية فليثبت على هذه العقيدة الإسلامية على عقيدة الأشاعرة والما تريدية لأنها مؤيدة من القرآن والحديث والإجماع وقد قال الحافظ الزبيدي وحيث أطلق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة أي ومعهم الماتوريدية وهذه العقيدة هي عقيدة مئات الملايين وهي العقيدة التي كان عليها النبي والصحابة وأما من زار عنها وانحرف ومن شز وخسر فلا تلتفت إليه ولا تنظر إلى ما يقوله لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي باطل مردود غير مقبول وأهل السنة والجماعة اليوم هم على العقيدة التي كان عليها محمد الفاتح رضي الله عنه الذي فتح اسطنبول وقد مدهه الرسول قبل أن يأتي بمئات السنين كما روى ذلك الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند قال عليه السلام لتفتهن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش هؤلاء كانوا أشاعر وما تريدية فالسلطان محمد الفاتح كان من حيث العقيدة ما تريدية والجيش الذين معه كانوا أشاعر وما تريدية والسلطان صلاح الدين الأيوب الذي حرر بيت المقدس كان أشعرية العقيدة فإذن علماء وفقهاء وصلاطين وأولياء هذه الأمة أشاعر وما تريدية فهم السواد الأعظم هم الجمهور فهنيئا لمن ثبت معهم وهذه العقيدة باختصار ما هي أن يعتقد الإنسان بلا شك ولا ريب بأن الله عز وجل موجود بلا بداية باق بلا نهاية لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وأنه سبحانه مستغن عن كل هذا العالم لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالله لا يحتاج لنا لا للملائكة ولا للأنبياء فكيف يحتاج للعرش ليقعد عليه مستحيل الله منزه عن القعود والجلوس الذي يقعد على العرش محتاج لما يجلس عليه والمحتاج عاجز مخلوق ضعيف والمخلوق لا يخلق إذن الله منزه عن الجلوس منزه عن القعود لأن الجلوس والقعود لا يكون إلا في المخلوق وفي لغة العرق لا يطلق الجلوس إلا على من له نصفين نصف أعلى ونصف أسفل ينسني بعضه على بعض والجسم القسم الأسفل يتصل بما يجلس عليه وهذا صفة المخلوق لا يجوز على الله لذلك قال ربنا في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال وأما من وصف الله بالجلوس فقد جبهه بالإنس والجن والملائكة والبهائم وتنزه الله عن ذلك وتنزه الله عن ذلك تقدس الله هو نزه نفسه هو قال في القرآن ليس كمثله شيء هذه الآية تنزه الله عن كل صفات المخلوقين انتبهوا ما قال ليس كمثله الماء ما قال ليس كمثله البشر ما قال ليس كمثله الهواء ما قال ليس كمثله الملائكة قال ليس كمثله شيء هذا فيه التنزيه الكلي أي أن الله لا يشبه شيئا من محلوقاته ولا بوجه من الوجوه لأن الخالق لا يشبه المخلوق أبو حنيف رضي الله عنه يقول أن يشبه الخالق محلوقه أي لا يشبه الخالق مخلوقه فالله الذي خلقنا وخلق هذا العالم منزه عن الجلوس والقعود عن الشكل عن الصورة عن الحجم عن الطول والعرض والعمق والسمك والأعضاء والأدوات والجوارح والتركيب منزه عن التغير والتطور والتبدل منزه عن التأثر والانفعال منزه عن الإحساس والشعور لأن هذا منصفات المخلوق والله قال في القرآن الكريم هل تعلم له سميا؟ أي الله عز وجل لا مثيل له لا مشابه له والله سبحانه خلق العرش وجعله قبلة للملائكة ما خلقه ليقعد عليه؟ العرش وحده يوجد حوله من الملائكة ما يزيد عددهم على الملائكة الذين يسكنون السماوات السبع وهؤلاء الملائكة الذين حول العرش كلما نظروا إليه ازدادوا تعظيما وتقديسا وتمجيدا لربهم لأن العرش هو أعظم مخلوقات الله حجما خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاكه قال ربنا في القرآن الكريم وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم والعرش تحمله الملائكة فلو كان الله عز وجل قائدا على العرش وتنزه عن ذلك لكان محمولا من قبل الملائكة والله عز وجل قال في القرآن الكريم ولم يكن له كفوا أحد ليس لله شبيها أحد لا يجوز على الله أن يكون محمولا من قبل الملائكة إذن العرش هو قبلة الملائكة يصلون الذين حوله في صلاتهم يتوجهون إليه وبعضهم يسجد على العرش لأنه لا يوجد ملك لا يصل كل الملائكة يصلون الصلوات الخمس حتى حملة العرش لا يوجد ملك لا يصل بل ورد في صحيح مسلم ويصفون كما تصفون أن يقومون صفوفا للصلاة جماعة ثم العرش خلق من خلق الله أم لا؟ بلى من خلقه؟ من أوجده؟ من ربه؟ من خالقه؟ من المتصرف فيه كما يريد؟ كيف يحتاج إليه؟ كيف يقعد عليه؟ كيف يجلس عليه؟ أليس هو الذي أوجده؟ يعني كان موجودا قبله إذن لا يجلس عليه هذا تناقض كيف يكون هو الذي خلقه وهو جالس عليه؟ تناقض الله خالق العرش وكل هذا العالم لذلك أصل عقيدة أهل السنة الله موجود بلا مكان الله موجود بلا مكان هذه الكلمة ليست جديدة هذا معنى ليس كمثله شيء لأن الذي يحتاج للمكان عاجز جسم مخلوق ضعيف والعاجز لا يخلق إذن ربنا عز وجل لا شبيه له ولا مثيل موجود بلا مكان قال سيدنا علي كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام إمامنا الشافعي من مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مجينه في حديثه الذي أخرجه الترمزي لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا هذا فسر بالإمام الشافعي لماذا لا يوجد في الأئمة الأربعة قرشي وسع علمه وانتشر في الأرض كالشافعي ثم هذا الإمام ماذا يقول البارئ تعالى لا مكان له البارئ تعالى أي الخالق لا مكان له وماذا قال الشافعي روى الحافظ الصيوطي في كتابه الأشباه والنظائر عن الشافعي أنه قال المجسم كافر ما معنى هذا الكلام من شبه الله بخلقه من اعتقد في الله أنه جسم صغير أو وسط أو كبير أو أنه ضوء أو ظلام أو روح أو قاعد في السماء أو جالس على العرش الإمام الشافعي ماذا يقول عنه كافر المجسم كافر هذا نص الشافعي وقال الشافعي رضي الله عنه من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر الأول رواه الحافظ الصيوطي والثان بن المعلم القرشي عن الشافعي ثم إن كل علماء الإسلام اتفقوا على تكفير المجسم والمشبهة هذه ليست مسألة خلافية هذه مسألة إجماعية تعرفون لماذا؟ لأن من شبه الله بخلقه كذب هذه الآية من شبه الله بخلقه كذب القرآن ومن كذب القرآن ماذا يكون؟ من كذب الله ماذا يكون؟ هذا هو فالمشبه مكذب لله المجسم مكذب للقرآن وهذا لا يشك عاقل في كفره وكذلك يجب علينا لن نعتقد أن ما ورد في القرآن من الآيات المتشابهات لا يجوز حملها على ظاهرها بل لها معنى يليق بالله الرحمن على العرش استوى ليس معناها جلس ليس معناها قعد ليس معناها المحازات ليس معناها الاتصال ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال القاضي أبو بكر ابن العرب المغرب المالكي استوى في لغة العرب لها خمسة عشر معناً في حق الله بماذا تفسر؟ بما يوافق اللغة والقرآن والحديث والإسلام فماذا تفسر؟ كما جاء في معنى قول علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لفاته الرحمن على العرش استوى أسرتها آية ثانية وهو الواحد القهار فيكون المعنى متصرف في العرش وفي كل العالم كما يريد هذا معنى الرحمن على العرش استوى أي هو متصرف في العرش وفي كل هذا العالم كما يريد بدليل قول الله عز وجل وهو الواحد القهار أما من حملها على معنى الجلوس والقعود والمحاذات والمناسة فقد كذب ليس كمثله شيء فلا يكون من المسلمين قال إيماننا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأمدنا بمدبه ونفعنا ببركاته صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر ما معنى هذا؟ أي أن من حمل الآيات المتشابهات على الظاهر من حمل الأحاديث المتشابهة على الظاهر فإنه يصل إلى الكفر يقع في الكفر فإن ذلك من أصول الكفر موقع في الكفر موصل إلى الكفر مؤد إلى الكفر لماذا؟ لأنه يكون جعل القرآن متضاربا والقرآن يصدف بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا وأما الآية الرحمن على العرش السوى فمعناها كما جاء في قول الله عز وجل وهو الواحد القهار وليس معناها أنه جلس أو قعد قال الإمام بن بطال هذا أحد شاريحي البخاري قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري هذا ابن بطال من علماء القرن الرابع الهجري يقول في شرحه على البخاري يجب يجب صرف الأخبار المتشابهة الآيات والأحاديث يقول يجب صرفها عن الظاهر لا يجوز حملها على الظاهر لأنك إن فعلت ذلك وقعت في التشبيه والتجسين ماذا تقول لها معنى يليق بالله ليس كمثله شيء لماذا قال الحافظ البيهقي راويا عن مالك والليس ابن سعد وعن الأوزاع في الأحاديث المتشابهة أن يرضوها كما جاءت بلا كيف كلمة بلا كيف وحدها تأويل كلمة بلا كيف وحدها معناه عدم الحمل على الظاهر صرفها عن ظاهرها هذا معنى بلا كيف ويجب أيضا أن نعتقد أن قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض ليس معناه أنه ضوء انبس وانبسق وانتشر في السماوات وفي الأرض لا الله نور السماوات والأرض روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسيرها الله هادي المؤمنين لنور الإيمان أليس قال في القرآن يهدي الله لنوره من يشاء فالإيمان نور الله ليس معناه أن الله ضوء الأضواء والأنوار من خلقها والخالق لا يشبه المخلوق أليس قال في القرآن وجعل الظلمات والنور بإجماع المفسرين هنا وجعل وخلق والخالق لا يشبه المخلوق قال الفقيه الحنفي الصوفي عبد الغني النابولفي من اعتقد أن الله ضوء ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم ويجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا العالم وما فيه فكل شيء بخلق الله ومشيئته قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون ويجب الاعتقاد بأن الملائكة عليهم السلام أجسام نورانية ليسوا ذكورا وليسوا إناثا لا يأكلون ولا يشربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهنا تنبيه مهم انتشر بين الجهال كلمة فاسدة مكذبة للقرآن وهي قولهم والعياذ بالله إبليس طاووس الملائكة أو رئيس الملائكة أو شيخ الملائكة وهذا ضد القرآن الله يقول عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كيف يقال عنه طاووس الملائكة كيف يقال عنه رئيس الملائكة ويجب الاعتقاد بأن إبليس كافر كما نص القرآن في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلا يلتفق لما في بعض الفضائيات من من يتسمون باسم الدعاة من بعض الذين يدعون أنهم دعاة فقال إبليس ما كفرش قال إبليس ما كفرش أين ذهب بقول الله وكان من الكافرين هذا اسمه نص صريح لا يؤول أم آية متشابهة نص صريح لا يؤول وكان من الكافرين هذا نص القرآن كيف يتجرأ بعض أدعياء الدعوة والعلم فيقول إبليس ما كفرش وطلع بعضهم فقال من سب الله أنا لا أكفره وإنما أكفر القول ولا أكفر القائل هذا في بعض الفضائيات وهذا ما معناه إباحة للكفر دعوة الناس إلى مسبة الله ثم ماذا يزعمون قالوا من سب الله أو الإسلام أو القرآن إن لم يكن ناويا شارحا صدره قاصدا معتقدا لذلك لزعمهم لا يكفر وهذا ضد القرآن والإجماع والحديث لأن من سب الله خرج من الإسلام بإجماع الأمة ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده لو أن إنسانا قال لزوجته أنت طالق بلفظ الطلاق وهو يفهم ما يقول هل يسأله القاضي عن نيته لا هذا اسمه لفظ صريح في الطلاق لا يحتاج به كناية لا يحتاج بنية فإذا كان في هذا لا يسأل عن نيته لا يسأل عن قصده كيف فيما سبت الله كيف فيما سبت الإسلام والقرآن والملائكة والأنبياء بعض هؤلاء يقولون يسأل عن قصده يسأل عن نيته إن كان شارحا صدره إن كان ناويا وهنا لنا سؤال لهؤلاء الذين ينشرون الفساد في الفضائيات هذه قيلت في الفضائيات لنا سؤال هل يسألون من شتمهم ومن سبهم ومن كذبهم ومن سفههم ومن حقرهم هل يسألونه عن نيته لا هل يسألونه عن قصده لا هل يسألونه إن كان معتقدا لمعنى هذه الشتائم لا فلماذا فيما سبت الله اشترطوا ذلك يعني جعلوا لأنفسهم ما هو أعظم ما لله على زعمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لو أن إنسانا شتمهم لقاضوه عند الدولة وفي المحاكم ما بيقوله نسأل عن قصده كيف ما سبت الله قالوا نسأله عن قصده هذا لعب بدين الله هذا إباحة للكفر دعوة الناس إلى الكفر هذا معناه فمن سب الله أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة عزرائيل جبريل ميكائيل إسرافيل رتائيل منكر نكير رقيب عتيد أي ملك من شتم ملكا من الملائكة لا يكون من المسلمين كما نص القرآن على ذلك في سورة البقرة وفي غيرها وكذلك من أنكر الآخرة لا يكون من المسلمين من حقر الأنبياء بعض الناس يقولون عن آدم أصله قرد ثم تطور إلى بشر وهذا ضد القرآن الله يقول إني خالق بشرا من طين ليس من قرد من طين الله يقول إن مسل عيسى عند الله كمسل آدم خلقه من تراب من تراب ليس من قرد فالذي يقول عن آدم أصله قرد فقد حقر النبي آدم عليه السلام من قال عن موسى إنه كان على غير الإسلام من قال عن عيسى كان وسنيا أو يشرب الخمر من قال عن أيوب كان اتقع منه الدودة ثم يردها إلى مكانها ويقول لها كل من رزقك يا مخلوقة الله فقد حقر الأنبياء من نسب ليوسف الزنا من نسب الرزائل للأنبياء لا يكون من المسلمين ومن وقع في الكفر في أي كفرية من الكفريات كيف يرجع للإسلام بالشهادتين ليس بقول أستغفر الله بالشهادتين يعود للإسلام وبعد الشهادة إن قال أستغفر الله ينفعه أما بدون الشهادة لا يرجع للإسلام هذه نقل فيها الإجماع الإيمان أبو بكر ابن المنزر في كتابه الإشراف مسألة إجماعية المرتبط لا يرجع للإسلام إلا بالشهادتين ليس بقول أستغفر الله فإذا سمعتم إنسانا وقع في الكفر لا تقول له قل أستغفر الله قل له تشهد بعد الشهادة بعد ما يتشهد ليرجع للإسلام إن قال أستغفر الله ينفعه أما بدون الشهادتين لا يرجع للإسلام وفي نهاية هذه الكلمة أذكركم بما أرسله إليكم مولانا الشيخ عبد الله مرارا وتكرارا وهو السبات في جمعيتكم في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لأنها تدعو إلى معتقد أهل السنة والجماعة إلى السواد الأعظم وجمهور الأمة أذكركم بما طلبه مولانا الشيخ عبد الله منكم ومنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناصرة الحق الدفاع عن الدين التحذير من الكفر وعدم الاسترسال في ملزات الدنيا تقليل التنعم ترك الغضب الانصياع للحق الانصياع للدين والانتصار للدين لا لأنفسنا وإياكم أن تتأثروا بالتشويشات والأكاذيب والافتراءات التي تطلع كل مرة من مكانها وكل مرة بلباس ولبوس وهيئة تختلف عن الأولى والثانية يعني مهما تكررت وتنوعت وتعددت هذه الافتراءات على مولانا الشيخ وجمعيته لا تصدقوه وأنتم أهل بلده وأنتم أهله وأحبابه هذا الرجل الذي جاء إلى بلادنا من نحو يعني نصف قرن من نحو نصف قرن أهل بلدنا في بلاد الشام في لبنان الناس لا يعرفون أكل أكل الخبز مع الزيت لا يعرفون الخبز مع الشاي لا يعرفون الخبز مع اللبن يعرفون الخبز مع اللبن والزيت أما الشيخ الزاهد أكله أن يغنس الخبز في الزيت ويأكل هذا إن وجد الزيت أو يضع على الخبز الشاي يقول نسرد بالشاي يعمل سريدا خبز وشاي ويأكل هذا الرجل الذي رأيناه وخبرناه ما طلب يوما الدنيا عمره قريب المئة سنة حفظه الله وبارك في عمره لو كان يريد الدنيا إلى متى يصمد إلى متى يدخرها لو كان يريد الدنيا فإلى أي عمر ينتظرها هذا الرجل الذي له الفضل في منع مسبة الله في لبنان لبنان بعضكم لا يعرفه وبعضكم يعرف مسبة الله كانت منتشرة في الشوارع فالطلقات بين الكبار والصغار إلا من حفظه الله كان بعض الناس إذا بدأ ولده بالكلام قال له ضابة سبله ربه هذا الرجل الصالح منع مسبة الله في لبنان هذا الرجل السابت الصابر كذب عليه افتري عليه حورب بشدة الوسائل حوربت جماعته أتباعه جمعيته تعرفون لماذا لأن بعض الذين حاربوه يريدون منه أن يغير معتقده ومنهجه الذي هو منهاج أهل الصنة وقد عرض عليه ذلك قيل له ولأتباعه اتركوا التحذير من المشبه والمجسمة ومن فلان وفلان وخذوا ما أردتم من المال تعرفون ماذا قال الشيخ قال نحن لو قعدنا في بيوتنا نصلي سنموت فكيف نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا أين التوكل على الله أين الصدق مع الله أين السباق في الدفاع عن دين الله أين السباق على معتقد محمد صلى الله عليه وسلم أمن الإسلام أن يغير الإنسان كل يوم معتقده لا هذا ليس من الإسلام نحن على عقيدة النبي محمد لا نتراجع عن ذلك نسأل الله أن يميتنا على ذلك لذلك الشيخ لم يداهم لو داهنهم لم دحوه وأعطوهم ولكنه بإخلاصه لله وبصبره في خدمة دين الله انظروا أتباعه في كل الأرض في كل الدنيا مؤسسات جمعيات مدارس جامعات معاهد مؤسسات رياضية سقافية إعلامية اجتماعية صحية في كل الأرض في كل الدنيا هذا ثمرت الإخلاص والسباب على الحق لا تصدق الإشاعات لا تتأثروا بالافتراءات فأنبياء الله افتري عليهم وأولياء الله حوربوا وقتل من قتل منهم نبي الله يحيى نبي أليس ذبح ذبحا بالسكين وهو نبي كريم زكريا عليه الصلاة والسلام نشر بالمنشار وهو حي هذه سنة الله في الدعاة إلى دينه حبيبكم نبي الله رسول الله محمد في وطنه في مكة المكرمة أوزي وحورب شتر قتل من قتل من أصحابه أخرجوه لماذا؟ لأجل الدين والدعوة فهل عابه ذلك؟ لا ولا يعيب طرف نعله المبارك وهكذا أيها الأحبة حبيبكم وشيخكم مولانا المحدث الشيخ عبد الله الحبشي تلميذ الأقطاب مريد الأقطاب الكبار العمالقة في العلم والولاية كالشيخ محمد عبد السلام رضي الله عنه كالشيخ أحمد عبد المطلب الشيخ أحمد عبد المطلب هو أحد شيوخ شيخنا والشيخ أحمد عبد المطلب كان إمام ورئيس المدرسين في الحرم المكي أيام السلطان عبد الحمير كان الشيخ أحمد عبد المطلب في شهر رجب وشعبان ورمضان يختم القرآن كل يوم مرتين تعرفون ماذا قال لشيخكم الشيخ أحمد عبد المطلب الذي قال لنا الشيخ كان يشبه أحمد عبد المطلب بالملائكة لكسرة عبادته في الليل والنهار في العبادة في الليل والنهار في العلم والعبادة والطاعات كان يشبه بالملائكة هذا الشيخ أحمد عبد المطلب تعرفون ماذا قال لحبيبكم الهرري قال له راقبني وهذا من عشرات السنين يعني الشيخ كان بعد في مقتبل العمر لكن لقوته في العلم ماذا قال له شيخه أحمد عبد المطلب راقبني إن رأيت مني مكروها فنبهني معناه كم يكون شيخ قوي في العلم في أيام شبابه الشيخ محمد عبد السلام هذا الرجل المشهور بالولاية والكرامات والعلم ماذا كان يقول لشيخنا لما كان الشيخ بعد طفلا كان يأتي إلى بيت أهل الشيخ أي إلى أهل والد شيخنا قال الشيخ فيستتبعني يأخذني يحفظني العلم في هرر كان مشهور كتاب اسمه الأنوار لأعمال الأبرار تأليف الشيخ يوسف الأردبيل الشافعي هذا كتاب ضخم يأتي الشيخ محمد عبد السلام فيسأل عني ويقول أين عبدوش ملائكة يقول أين عبدوش ملائكة قال له لماذا تقول له عبدوش ملائكة قال لأني أرى الملائكة حوله قال لأني أرى الملائكة حوله هذا الشيخ عبد الله الهرر الحبش الرجل الزاهد الرجل الصابر الرجل العابد العالم الفقيد المحدس الحافظ المفسر هو حامي حما الملة والدين في هذا العصر هو حصن أهل السنة في هذا العصر هو قلعة التوحيد في هذا الزمان اثبتوا على نهجه فنهجه نهج محمد الفاتح والسلطان صلاح الدين والشافعي وعبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم وختم لنا ولكم بكامل الإيمان وجمعنا في الفردوس الأعلى ونختم هذه الكلمة بأفضل الكلام قولوا معي بصوت واحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بارك الله بكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المص una بمعجرنا لدخل هذا نريضًا حظًا ح Schule